ناس كتير جداً عشان المحتوى بتاعها يجيب مشاهدة أعلى مهو سالم عبدالجليل لما يقعد بعمته ووراه مكتبته وبتكلم في الدين وممكن 100 واحد ولا 200 ولا 1000 ولا 1000 بس اللي يشوفوه لكن لما يطلع الصين ولا صاد يعمل محتوى سلبي ولا يعمل أي حاجة يروج بقى عن طريق مثلاً اظهر عورة ولا كلام بذيء ولا خلافه تقوم المشاهدات تيجي أعلى هل يطرده مبرر عشان أجيب فلوس أكتر؟ بالتأكيد لا ما ينفعش ولا يجوز أبداً فحلي بالك بقى إما يجي النهاردة زوج يسمح لزوجته وجايز هو كمان اللي بيصورها تطلع بشكل فيه عوري أو شكل فيه مجون أو تتكلم بإسفاف أو بتتكلم بإسلوب في إباحية ليه؟ عشان مجرد أن هم هي هنجيب دولارات ينفع الكلام؟ لا ما ينفعش وعلى فكرة أنا بحيي الدولة لما عملت قانون يجرم اللي بيعمل محتوى جنسي أو بيعمل محتوى عنف أو اللي بيعمل محتوى سلبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولابد أن نأخذ على أيدي هؤلاء وأن يعني نوك عليهم العكوبة المناسبة عشان يرتدعوا ويرتدعوا الآخرون لأن احنا شايفين النهاردة الناس بتتأثر أنت مش بس حضرتك النهاردة الرجل العاقل والرجل الواعي والحكيم ما أنت عندك أولادك وعندك شباب صغيرين وعندك مراهقة وإحنا شوفنا من خلال السوشيال ميديا للأسف الأولاد اللي حاولوا ينتحروا واللي فعلا نجحوا في أنهم ينتحروا للأسف وده طبعا مش نجح ده فشل كبير لأنهم قضوا على حياتهم للأسف بسبب الترويج لبعض المشاهد أو بعض الفيديوهات اللي اقناعتهم ببعض الأمور ده مش أكتر من كده وده السؤال الرابع كمان الألعاب الألعاب للأسف الموجودة على السوشيال ميديا بشكل كبير وبترصخ لفلسفة الإلحاد من ناحية والإباحية من ناحية تانية وأكتر من كده بقى الانتحار من ناحية تالتة فاحنا أمام الحقيقة مشكلة جبيرة جدا كل اللي هيروج لهذه الألعاب شريك في هذه الجريمة يعني لو ولد بس انتحر على مستوى العالم بسبب لعبة كل اللي شارك في هذه اللعبة سواء كان بصناعتها أيوة يعني المبرمجين عليهم أن يلاحظوا هذا أنا كراجل مبرمج أو مهندس برمجة هعمل البرنامج بتاعي ده أو هستغل مهنيتي وفاهمي لعمل شيء جيد ولا عمل شيء خبيث عمل شيء يخدم ولا عمل شيء بيهدم فعلينا نحن ننتبه لده يبقى عند المهندس اللي صمم البرنامج عندي الشركة اللي عملت هذا التطبيق أو هذه اللعبة المجموعة اللي روجوا لهذه الألعاب كل دول بلاستناء شركاء في دم ابننا الشاب الصغير ولا المراهب اللي راح انتحر ولا الولد اللي راح انحرف ولا الست اللي راح انحرفت أرجو أن ننتبه لهذا وما ينفعش بقى صباح مساء الست تسحى الصبح تعال أوريكم مطبخي لا أوريكم الصالون بتاعي وجهز ما أجرش أعشان تصور فيها ولا عندها مطبخ ولا عندها صالون مش كده وحتى لو عندي أنا ليه أروج لمثل هذه الأشياء من عندي نعمة أحمد ربي عليها في غير ما عندوش فليه أغر الصدور وليه الناس تبقى بتحكد على بعضها ليه أصحى الصبح أنا النهاردة أسلفاني أنا النهاردة سعيد سعيد احمد ربنا كسكت وخلاص انت ليه تنشر مثل هذه الأمور ألا إن الإنسان محاسب على الكلمة وآخر حاجة باختم بيها عشان الناس ما تفكرش ان احنا بنبالغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الصحابي الجليل وقال له يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعمل إيه عشان أخش الجنة وأطق النار قال أمسك عليك هذا وأشر على لسانه عليه الصلاة والسلام فقال له ببساطة جديدة أو إن مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا ما هو اللسان بيقول كده كلمة ولا هزار ولا بتاع قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم كأنهم بيصحفوا إلى النار إلا حصائد ألسنتهم فانتبهوا وما تقول لسانا ما اتكلمت أنا كتبت فسواء كتبت ولا اتكلمت ولا صورت ومثلت مدام محتوى سيء أنت عليه محاسب والنار والعياذ بالله إن لم يغفر الله هي في انتظار كل من يستعمل السوشيال ميديا بشكل خاطئ أو يكتسب منها مال على محتوى سيء شكرا لكم نتوقي إن شاء الله في حلقات أخرى عبر برنامج فتاوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله ما الفضل إلا الأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء